سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة النهاردة بصال لي من أجلكم جميعا إن الله يلمس قلوبكم بدفء محبته إنه يديكم سكينة وسلام أمامه اليوم بصال لي مخصوص النهاردة بقى من أجل طفلات المسلمات يعني أرى كثيرا إنهم اتحرموا من طفولة أمنة وحياة في محبة ورعاية أشخاص أمناء عليهم بصال لي إن الله يجد ليكم النهاردة طريق النجاة ويفتح أمامكم أبواب الحياة والنهاردة الحلقة دي إحنا بنخصصها من أجل الطفلة المسلمة وسميت الحلقة النهاردة أحزان الطفلة المسلمة النهاردة حلقتنا حتتركز على قصتين أنا كنت الحياة نوية إنه أعمل ثلاث قصص بس لقيت إنه مش هيكفي أقدر أدي كل قصة حقها لو كان عندي وقت ممكن نتكلم في لمحات من القصة الثالثة أو نأجلها للحلقة اللي جاي في خلال 13 سنة أنا قدمت لكم في برنامج المرأة المسلمة عموما قدمنا لكم معضلات إسلامية كتيرة وكبيرة وأثار هذه المعضلات على حياة المرأة المسلمة بالذات اتكلمنا على الطفلة المسلمة المرأة العاملة اتكلمنا على المرأة في حالات كثيرة قدمنا لكم قصص حقيقية لسيدات جوم هنا وقدموا معاناتهم الشخصية وإزاي ربنا غير حياتهم وكانت معاناتهم حقيقية وقصصهم اتأثرت بصورة مباشرة إما بالتعليم أو بالثقافة الأسلامية بأشكال مختلفة قدمنا قصص في موضوع زي ما قلت يا خص الطفولة قدمنا قصص بتتكلم عن الزواج في الإسلام وأثاره الطلاق وأثاره العمل في حياة المرأة المسلمة العبادات العلاقة بالله وغيره من المواضيع الكثيرة وإزاي المواضيع اللي اتكلمنا فيها دي يعني معايش سامحوني 500 وحاجة حلقة فاحنا اتكلمنا في مواضيع مختلفة كلها تخص حياة المرأة المسلمة بالصفة خاصة إزاي بقى كل الأمور اللي بتمر بيها المرأة المسلمة من خلال التعليم الإسلامي بتأثر على ثقافة المجتمع وثقافتها هي شخصيا وثقافة عائلتها هي شخصيا وطريقة حياتها ونمط حياتها وأسلوب حياتها وكل المؤثرات اللي بتمر بيها إزاي ده بيأثر عليها بصفة شخصية كمان إزاي ده بيترجم في نظرة المجتمع والتعامل مع المرأة المسلمة وإزاي بيكون له صورة مؤثرة مباشرة على حياتها الشخصية يعني لو كنا بنعمل كده زوم على حياة شخص في المجتمع فإحنا دايما بنحاول نشوف أثر ده على قلب الإنسان إيه؟ فكر المرأة المسلمة وتأثره بحياتها وأثار السلبية اللي بتقع على حياتها من الإسلام على نظرتها لله مثلا على مدى السنين اللي فاتت 13 سنة بنتكلم في مواضيع هامة أنا عايزة أقول إن أنا شفت تغيير كبير في المجتمع مش بس من خلال برنامج المرأة المسلمة لا ده من خلال البرامج قناة الحياة عامة خلت الناس تشوف الآثار السلبية للإسلام يعني بشكل واضح في المجتمع كله وعلى مستويات مختلفة ولكن بقدر ما نرى إنه فيه تقدم في بعض المجالات في حياة المرأة المسلمة إلا إننا نقدر نقول إنه يعني حتى ولو إنه البعض بدأ يفهم ويتطور بنفسه إلا إنه برضو بنجد إنه هناك أعماق في المجتمعات الإسلامية ما زالت مغلقة على تفاصيل مغروسة مزروعة فيها وبتعطيهم نظرة للمرأة متدنية وبتأثر على حياة المرأة بصورة سلبية وطبعا أكتر حد بيعاني من الأثار السلبية دي هم الصغيرات قصص النهاردة قصص إنسانية أنا عايزة أقف وأقول إنه أنا عايزكم تسمعوا النهاردة كأنك بتسمع بنتك بتتكلم كأنك بتسمعي أختك بتتكلم للأسف أنا وأنا يعني لما بسمع القصص دي يعني حسيت إنه في حاجة جوانا كده ماتت يا جماعة ما فيش تعاطف في المجتمع مع معاناة الناس اللي برانا ده ما بقاش بس كده لا ده بقى جوه العيلة كمان بنفسص كده ابني يتعامل معها كذا وبنت يتعامل معها كذا اللي متجوزة تعامل معها بالشكل ده واللي مش متجوزة يتعامل معها بالشكل ده وكلها حاجات سلبية جدا ومؤلمة جدا وأثارها سلبية جدا على الإنسان وعلى المجتمع عايزةكم النهاردة تبصوا بعينين إنسان لإنسان وتسمعوا مقاسي الناس اللي هنتكلم عليها بصلي إن النهاردة ربنا يبتدي يغير فيكم انتم بصورة مباشرة اللي بيسمعني النهاردة التغيير يبتدي من عندك لو عندك مرض من الامراض اللي هنتكلم عنها في العيلة دي في عيلتك صلي وتوب وربنا يغيرك وربنا يدي لك قلب وربنا يدي لك عينين وربنا يدي لك محبة وربنا يدي لك تغيير في حياتك التغيير هيبتدي من عندك انت وانا لما بشاور عليكم انا بشاور على اللي بيسمعني دلوقتي راجل ولا ست في حاجة تقدر تعملها للناس اللي حواليك إذا كانوا ولادك ولا فعلتك ولا بناتك ولا الجران الناس اللي في المجتمع خليني أقدم لكم أولا أول قصة النهاردة أي ذاكوا تنتبهوا لنقطتين مهمين في القصتين اللي هقدمهم معاناة إنسانية دي معاناة إنسانة اللي هنتكلم فيها دي إنسان فاسمعوا معاناتها وفكروا بصورة أوسع غير حكمكم على اختيارات شخص والحاجة التانية الأثار السلبية اللي في المجتمع اللي بتظهر في تعاملات الناس اللي حواليهم اللي في القصص الناس اللي حواليهم دي بيعملوهم إزاي بسبب الأثار السلبية في المجتمع الإسلامي خلينا نبتدي بالقصة الأولانية أنا الحقيقة اتفرقت على الفيديو دا للأستاذة ريهم سعيد استضافة البنت بتقدم قصتها أنا لاحظت إنها لم تذكر لها اسم يعني البنت ما قلت لاش يا فلانا بيتقول لها إنتي عايزة إيه إنتي يحكي لنا قصتك ما عرفناش اسم البنت أوكي خلينا نسمع منها بعض لمحات وأنا حكملكم القصة يعني ما بين الفيديوهات نشوف الفيديو الأولين والدتي توافت بقلع سنتين وأبويا راح تجاوز واحدة غير أمي وهي كتبو رابني كتعايزيني أن أم أعمل معنا حاجات في البيت عشان بيتنا كنصراميك لما بقوم بقع بالأحكاس بتاعها عني شغل أصفال سيب رابني أنا وابويا الصغيرة فيها عمد 18 سنة إنهم في يوم جابيت لي راجل عنده 65 سنة إيه سي تتجاوزي يا أم ما تعويش في البيت وهي راح تشتغل في المصرف مزرعة جي أبويا قال لي رح تقول له لا أنا مش عايزاي عشان هو أكبر مني راح قال لي خلاص يبقى تمشي فعلا من المل يدومه قال لي تمشي للوقت كان الساحة 10 ونص بالليل أولا أنا عايزاكوا تبصوا الوش البنت بنت هي دلوقتي المفروضة إنها عندها 15 سنة 15 سنة لما أبوها طردها أنا يعني مش عارفة مش أكتر من سنة ونص سنتين يعني طردها مثلا كان عندها 13 سنة بنت معاقة عندها شلل أطفال كانت عايشة مع أمها وأبوها اللي اتنين وبعدين الأم الأب طلق الأم في السنة الأخيرة والحاجة زي كده والأم ماتت بعد سنة من رعاية الولد والبنت دول فاضطروا إن هم يروحوا يعيشوا عند أبوه يعني البنت أنا يعني لو لو هقبلها في حتة هقول عندها 11-12 سنة اللي مرت به البنت دي غير عادي أولا معاقة ومعندهاش مش لابسة جهاز زي الأجهزة بتوع اللي بيلبسوها للأطفال اللي عندهم شال الأطفال عشان يساعدوهم على المشي لا دي ماشي يا بعكاز يعني لم تعالج ولم تتعلم لأنه واضح جدا طبعا إنها قعدت في البيت مين بقى هيودي ويجيب واحدة عنده شال الأطفال مين اللي هيودي ويجيب غير كده بقى إنها كانت بتعامل بطريقة مختلفة عن أخوها ولكن واضح إنه الأب ده ما كانش مهتم بالولد والبنت لكن بيعامل الولد أفضل لأن الولد اللي عنده 11 سنة كان مشغلوا معاه في مزرعة علشان بيجيب فلوس لكن البنت مفيش منها فائدة فزوجة الأب دي مش حاجة على فكرة يعني مش حاجة غير عادية يعني أي زوجة أب بتسمعني النهاردة أنا يعني بصلي إن ربنا يبكت قلبك لو بتعاملي ولاد جوزك بطريقة مختلفة عن ولادك أو لو ما عندكيش ولاد وبتعاملي ولاد جوزك بطريقة وحشة لأنه دول أنت مسؤولة عنهم أمام الله وأمام الله ما بيتركش حق أحد بس فبصلي إن ربنا يلمس قلوبكم مش فاهمة إيه حتة زوجة الأب دي الحق يعني مدام زوجة أب بقى لازم تعذب العيال مش فاهمها دي لأنه ما فيش أصلا اتصال والتحام في العيلة إنه الزوجة دي دخلة عيلة فهتبقى واحدة من العيلة أنت دخلة على عيلة فلازم تعرفي إن انت يا إما يكون عندك الاستعداد إنك تعتني بالعيلة دي ولا أنت دخلة علشان يعني عاملة صفقة زواج عايزة حد يصرف عليك ويريحك وتشيلي بقى اللي يقف في طريقك للأسف بس مع كتير قصص زي كده فالبنت معاقة فقدت أمها أخوها ما هوش معاها يعني ما بيقدرش يساعدها البيت بتاعهم سراميك بتقول فما بتقدرش تمشي عليه بالعكاز ومرأة أبوها عايزة تنظف البيت والساعد في البيت وهي ما بتعرفش تتحرك أصلا فأي حتة في الدنيا اللي عنده طفل معاق بيروح يرتب له الحياة اللي تسهل عليه الحركة إيه اللي عندنا إيه اللي عندنا إنه نظرة المجتمع إنه ينظر للإنسان المعاقدة على إنه إنسان كامل ودي مشكلة كبيرة في المجتمعات الإسلامية الإنسان اللي عنده أعاقة جسدية مش ناقص حاجة هو إنسان كامل عنده مشاعر كاملة عنده إمكانيات كاملة لكن إحنا كمجتمع ما بنقدم لهش المساعدات اللي تساعده إنه ينجز في حياته بطريقة أفضل فعشان زوجة الأب تخلص منها حبت تجوزها عايزة تجوزها واحد عنده حاجة وستين سنة الأب كان بيشتغل في مصر ورجع لهم يعني الظهر نومة في حتة غير القاهرة ورجع فقالت له الزوجة إنها إن البنت مش عايزة تتجوز فقرر إنه يا يجبرها يا إما يطردها الساعة 11 ونص بالليل من البيت أي نوع من العلاقات الإنسانية يعني تخلي أب يطرد بنته الساعة 11 ونص بالليل يا إما تسمعي كلامي يا إما تفضل يخده ينومك ويمشي وسبها على باب البيت في الشارع أنا بصراحة يعني يعني الموضوع إنه الأب ملوش دور في حياة الأطفال ده حاجة متفشية بشكل كبير جدا وغير عادي في المجتمعات الإسلامية والشرقية لو تكلمنا على مثلا أدوار الأباء في الدول العربية بتلاقي الراجل بيعمل إيه الأم هي اللي بتربي وبتعلم وتحتم بالبيت وتحتم بالولاد لكن لو مثلا الأب والأم اتطلقوا لو الأب عايز العيال بياخدهم وامراته الجديدة هي اللي تعتني بهم وهو برضو ملوش دعو ما فيش ارتباط مشاعر وارتباط إنساني بين الأب والأولاد زي ما ربنا عايز مش هقول زي الناس اللي برا زي ما ربنا عايز الأب يفضل الولد لأنه الولد هيكبر ويشتغل معاه ويجيب فلوس ويشيل اسمه وكل واحد بقى عنده أسبابه والولد سند والبنت مش عارف إيه والكلام ده كله لكن البنت يبقوا مش طيقين عايزين يجاوزوها ويخلصوا دي حاجة بنسمعها في قصص كتير على طول الخط البنات اللي بيتجاوزوا صغيرين بيتجاوزوا صغيرين ليه عشان الأب عايز يخلص منها مقدرش يخلص منها طردها في نص الليل البنت نزلت قعدت في الشارع لحد ما سواء توك توك أنا هحكي لكم القصة in between يعني ما بين الفيديوهات فسواء توك توك شافها قالها بنت انت مالك قعدة لوحدك ليه؟ قالت له أبويا طردني وما ليش حتة روحها فقالها طبعا هواديكي في أي حتة أنت عايزاها يعني ببلاش هاتواديني محطة القطر هي اخترت محطة القطر غالبا علشان تقعد فيها تقدر تروح تسافر عند حد من أهل والدتها أو تبقى مكان آمن بالنسبة لها في ناس كتير ليل ونهار تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي مرحت المحطة قدلت على خالي وابن عم أمي يجوا عشان ياخدوني فقالت أنني قاعدة على المحطة يوم كامل أولا خالك جيه دربت عند المحطة آه أخو أمي قالي كان مفروض تسمعي كلام مرات أبوكي وأبوكي رحت أنا قلت له لا أنا مش مقبرة أنا أسمع كلام وأنا كله طلبه أنا قدلت أنه انت تاخدني عندك عشان ما عندش مكان أروح فيه قال لي أخذك إزداء أنا عندي بنتين كبار وعندي ولاب مش هينفع نزول واق شاب من القطر اللي هو وجودي حاليا هو عن 23 عشرين سنة اسمه حمود المقصيود نزل لقاهم بدربوني هو دي أحد اللي اتدخل قال لي ندربوها ليه ما بدربوها ليه رح قال لي لقد ضربنا ولا نضربها احنا مش عايزينها فقال لي يستقوني ومشيوا لقد ضربنا ولا نضربها احنا مش عايزينها يعني البنت قعدت في محطة القطر يومين اتصلت بخالها وابن عم أمها احنا عندنا في مصر يقولوا إيه الخال والد يعني خال أخو الأم دايما يبقى حنين على ولاد أخته بس واضح إنه في حاجة فصلة في المجتمع يمكن المجتمع الشرقي كله دلوقتي بين الرجالة اللي في المجتمع النخوة بتاعتهم والاهتمام بالعيلة قال معلش سامحوني اللي بيسمعني وبيعمل غير كده ربنا يباركك لكن هل بنسمع عن حكايات زي كده كتير؟ أنا فجئت من كم القصص للبنات اللي بيضطروا إن هم يسيبوا البيت ويروحوا يتجوزوا أي حد أو أي حد أهلهم عايزين يجوزهوله لأنهم هيبقوا في الشارع وبعدين تحصل مقاسي من خلال ده اتصلت بخالها وبنعم ومها جم محطة القطر بعد يومين سايبينها قاعدة في محطة قطر يومين واضطروا بقى لأنها أكيد عملت تتصل بيوم كل شوية فعلشان يخلصوا منها بقى قالوا لها أنت لازم تسمعي كلام مرة أبوكي وتتجوزي يعني مفيش إنسانية عايز تجوز بنت ماكملتش 14 سنة في الوقت ده ولا 15 سنة معاقة تجوزها الواحد عنده حاجة و60 سنة ما تعرفش هيعمل معها إيه ده أو هيعمل فيها إيه وانت عارف إن أبوها طاردها يعني مش هيكون لها سنة في الحياة أخوها صغير عنده 11 سنة مش هيقدر يسندها ولا يسعيدها البنت بالفعل لوحدها فضلوا يضربوا فيها لحد ما نزل ولد من القطر ده عنده 23 سنة وقال لهم أنتوا بتضربوها ليه فقالوا له إحنا مش عايزينها قال لهم بتبس بوه عندي يعني أسئلة كتيرة على اللي حصل ده أولا هتلاقي قليل من الناس اللي ساعدوا الراجل بتاعة التوكتوك ده ربنا يباركوا عمل الحاجة اللي أي شي أهم راجل يعملها لإنسان محتاج لكن البنت تقعد يومين في محطة قطر محدش يساعدها أبوها أخالها وقاربها التاني بيضربوها في محطة القطر واضح طبعا إنه محدش اتدخل إلا الولد اللي نزل من القطر وصعبت عليه إنها معاقة وصغيرة واتنين رجالة وقفين بيضربوها فين بقيت الناس اللي راحة جاية في القطر أو في المحطة عارفين ليه ما تكلموش علشان دي ما يقصتها بنت فأكيد عملت حاجة خليها تتربى يعني إنا شعرفنا دخلها بيضربوها لازم عملت حاجة هي اللي غلطانة لكن لو حد وقف وسمع القصة كان هيعرف إنهم افتروا عليها بنت صغيرة إزاي محدش غير الولد ده الشاب ده اللي تصرف ووقف فين الناس اللي حواليها فين أهلها فين بقيت أهلها ليه أنا بقول ده لإن الأسئلة دي توجه لضمير المجتمع اللي تأثر بالشكل الإسلامي إن البنت لازم يا إما تكون تحت إيد راجل يا إما تبقى غلط ما تروح تتجوز واحد عنده 60 سنة ما الرسول بقى تتجوز عيش أهو كمان وهو عنده حاجة وخمسين وهي عنده 6 سنين يعني إيه المشكل هي الطول واحد حيستورها ضمير المجتمع فهم المجتمع تشبع بالأفكار السيئة دي عن الإنسانية الإسلام غير فكر الإنسان الطبيعي عن إزاي يرى أخوه الإنسان أو أخته الإنسانة ده واقع ما نقدرش ننكره لو البنت دي في مجتمع خارج بلاد المسلمين هتلاقي ألف من يساعدها ليه بقى لأنه المجتمعات دي عندها قوانين تساعد المعاق تساعد المحتاج تساعد الهوملس حتى ولو إنكم تقول وصفه هوملس كتير في الشوارع الناس دي فيه متاح لها مساعدات لكن هم اللي مش عايزين يعني عشان نبقى واضحين لكن شخص معاق بيعامل أحسن معاملة ويقدم له كل شيء يكفي احتياجاته ومش بس كده ده بيبقى بتبقى البلد عارفة إن الإنسان اللي بيعين معاق في حياته محتاج معونا فبيقدموا معونا في الدراسة بيقدموا معونا مادية بيقدموا معونا في الأكل والشرب والكسوة بيقدموا معونا طبية لأنهم عايزين في الآخر يوفروا للأسرة والشخص ده أفضل شيء لكن في مجتمعاتنا احن لا نرى الآخر بهذا الشكل فيه ارتباط بالفكر الإسلامي آه فيه ارتباط بالفكر الإسلامي وهواريك إزاي إحنا طلعنا ما نعرفش نبص للمعاق بصورة تحترم إنسانيته وهتشوف إزاي عارفين القدوة فين خليني أوريكم مثل في عدم الحساسية اللي موجودة في المجتمع من حديث الأستاذ ريهام سعيد يعني أنا أعادة ما بنطقتش كلام المقدمين البرامج يعني لكن الحقيقة أنا لقيت إن ده زي كده ترند ماشي دلوقتي في عدم فهم وعدم توافع تعاطف بالمرة صدمني جدا الحديث اللي هتشوفوه دلوقتي ده تهد دلوقتي لأ قصدي قولي إنك عيشتي مع وقت طويل صح؟ مع مامتك آه عايشة معنا مساء؟ أيو مامتك وباباكي؟ أيو طيب وما ليه مش بيحبك يعني؟ مش بيحب ما حبنيش عشان مش قصدي مش بيحبك يعني قصدي ليه ليه عمل كده؟ عشان أنا مر موافقتش بالعيزان براتي؟ لا ماشي بس قصدي قولي إن فيه علاقة حب بينك وأب وبنته ولا لأ؟ بصي هي كان دايما اللي متولي أمرنا أنا واخويا أمي هوا ما كانش ليه علاقة بينا خالص ما كانش عايش معكو؟ هوا كان بييجي البت كأمه ضيف بييجي يوعد ساعة 2 ويمشي آه ساعة 2 ويمشي آه يعني أنا معرفش يعني اسألوا أنفسكم هلي صح إنه بنت في الحالة دي يتقلها هو ليه أبوكي مش بيحبك؟ طب أنا شعرفني أبويا ما بيحبنيش لي؟ اللي ما يعرفش يحب بنته يبقى هو اللي فيه حاجة غلط إحنا يعني أنا لو هتكلم على أولادي مثلا بصفة عامة مش بتكلم على أولادي بالذات يعني لو حد بينهم فيه حاجة غلط بيعمل حاجة غلط هحبه ورده عارفين المثل في ده إيه؟ الرب يسوع المسيح اللي حبنا ونحن بعده خطاء يعني وإنت في عزة خطيتك برضو أبوك السماوي بيحبك لإنه حبه لا يتغير والمفروض إنه إحنا يكون فينا نفس الروح دي إنه حبنا للإنسان اللي قدامنا سواء كان قريب ولا بعيد لا يتغير لإنه نابع من حب الله بس إحنا مش هنعرف نعمل كده إلا إذا إحنا نفسنا عرفنا حب الله عشان كده أنا بنزل المجتمعات دي وبقول يا رب مفيش حد فعلا يغير هذه المجتمعات إلا يسوع المسيح إلا محبتك أنت إلا إنهم يشوفوا العلاقة الحقيقية بين الأب الحقيقي اللي هو الله أبانا السماوي وبيننا منظور إله الإسلام للناس على إنهم عبيده شبعهم بإنهم منفصلين عنه طبعا منفصلين عنه عايشين في حالة رعب منه دائما فلا يمكن يشوفوه كأب فبوض الأباء اللي موجودة على الأرض هم كمان كل واحد عايش يلا نفسي ما عندهمش مثل صالح لأب حقيقي الله الآب لكن يعني أنا أعد قدام واحدة متقلمة ده لسه بقيت القصة يعني ده هي يعني قصتها لسه طويلة وكاترهام سبعت القصة تقول لا هو ليه أبوكي مش بيحبك طبعا مناش عرفني الغلط فيه العيب فيه العيب في المجتمع العيب في إنه مفروض إنه هو يكون راجل مسلم تعامل بقى اتعلم من الإسلام حاجة غيرته لا لا الأسر المصرية والأسر العربية عموما عندها مشكلة في إنها ترى دوي الإحتياجات الخاصة بشكل إنساني خلينا نشوف اللي هيصل بعد كده للبنت البنت بعد ما أخدها الولد ده من محطة القطر قال لها تعالي معي أو اديكي في حتة انت عايزيت له ما عنديش حتة روحة فقال لها طيب أنا رايح عند أهلي في البلد تعالي أخدك عند أهلي ونشوف هنعمل معك إيه قعدت عند أهل الولد ده عشر تيام وما كانوش عارفين يعملوا معها إيه أهله اتصلوا بأبوها أبوها قال لهم أنا مش عايزها ما ردش على التليفون وقال لهم أنا مش عايزها اتصرفوا فيها وقفل تليفونه وغير تليفونه البنت بتقول لحد النهار ده بحاول اتصل بأبويا ما بيردش علي فراحت الولد صابت عليه ما رديش يسيبها فخدها معاه في البلد اللي بيشتغل فيها وراح البلد هناك وقال لهم حد يساعدني فيها حد تقعد عند حد بتاع قالوا له لا ما ينفعش تقعد عند حد انت اتجوزها ده الحل وقفة يعني كبيرة بقى هنا قرية بحالها ناس واضح انهم مترابطين في القرية بيساعدوا بعض وكده ما فيش حد فيهم ما فيش بيت واحد قدر يحتوي البنت دي ما فيش بيت في بنات بس يعني فيش مثلا راجل وست عندهم بنات بس قعدوا عندهم قالوا له لا يا عم الحل ان انت بقى ايه تتجوزها تتجوزها ازاي بقى اللي عندها 15 سنة دي تجد هنا انه هناك مخارج مهما غيرتوا القوانين مهما غيرتوا القوانين المخارج دي بتغير القوانين وبتعمل يعني بتمشي حسب الشريعة الاسلامية مش حسب قوانين البلد الناس عايشة حسب الشريعة مش حسب القوانين لاقولها مخرج بقى ونشوف الفيديو اللي جاي قلت عاد عندهم عشرة طياب لحد ما جابه رقم قوي ورمنا عليه كشف تضافي بتعملي بتاع اي حاجة سين عند عمته لا ما بقدرش قوي يعني على قدر ما بقدر بعمل بس هناك ما كنتش بقدر يعني كنت بتحقيق نقوم بعمل حاجة ما كنت شعرت ما ايه قادر بس كده اه اه خليني أقولكم الفيديو ده قبل ما نشوف قصة جوازها في الفيديو ده ده كان صورة اخرى من يعني ازاي المجتمع بيتعامل مع المحتاجين سؤال ريهام لبنتها شايفة اعاقتها قدامها وشايفة مشكلتها وقعدت عند النازل اللي احتوى عشرة ايام فتقول انتي قعدة بتعملي ايه كنت بتنظفي بتعملي انا عايز اسأل سؤالي يعني برضو لكل اللي سمعيني منهم الاستاذة ريهام سعيد هو اي حد تحتويه لازم يعود ينظف لك بيتك يعني ولا ما ينفعش الناس تساعد بعض ببلاش بقى وبردو عدم فهم وعدم تعاطف ان انا شايفة بنت معاقة قدامي اسألها انتي كنتي بتنظفي مولا هتعودي ببلاش قعدة كده بتعملي ايه يعني فيه حاجة فيه حاجة مش مش ركبة على بعضها نشوف الفيديو اللي بعد كده انا مش عايزة اتطلق منه انا مش عايزة اتطلق منه انا عايزة حاجة طبما انه هو جود عشان ما يتبنيش ويمش فيهم من الايام سعيدة انا مش عارف اعمل حاجة مش هيبقى معاكي دليل انك اتجوزتي اصلا اه بس ايه بيدربك وبيهين اكو هو بيدربني اه بس هو انا مش عارفة حاجة بصلا تحبيه يعني ام ام لي انا ما كملتش كلام خلاص لان هي الاول انا قلت ده عدم امان يعني بتقول كده مثلا دورولي على على حتة يعني عايزة اضمن ان انا متجوزة ويعش بيسيديش ويمش عشان هتلاقينا في صف الشارع وبعد اين لأ طب مديبلك حتة تانية لأ طب بتحبيه البنت بعد ما قالولها لازم تتجوزي قالت انا مش عايزة تتجوزة ولا لا اهو مفيش غير كده هتتجوزي طب تجوزتي ازاي بنتي فقالت لها انا تجوزت سنة عند محامي يعني ايه سنة عند محامي يعني عرفي فازاي البنت اللي خرجت من بيتها وهي عندها 14 سنة ولا حاجة زي كده ايه اوراقها عندها رقم قومي ولا لا عندها بطاقة ما عرفش بيعملوا بطاقة في السن ده ولا لا ازاي تتجوز من غير اوراق تحت السن القانوني ويعني ايه محامي يعمل عقد ويتقال عليه ده سنة عارفين ليه عشان البطاقة بتاعة المجتمع ده بتقول ان الشرع هو اللي يمشي مش القانون انت بقى حط القانون 16 سنة للجواز ولا 18 سنة للجواز ما تفرقش لان الاهل خلاص في مخهم ان البنت 12-13 سنة نجوزها ونخلص ونبقى نصطفل بعدين في الاثار ده الاثار بتاعة الجواز ده السن القانوني مش هيفرق قدام الشرع البنت بعد كده حملت وأجهدت جوزت 9 شهر ولا حاجة حملت وأجهدت في نفس الوقت جسمها صغير حالتها النفسية تعبانة الولد كان فقير ومعندوش يعني يساعدها كتير وبعدين بقى ابتدى يتعب فابتدت تضرب بقى وتتهزق وتتبهدل وعايش على مفيش حاجة وكان بيعملها في منتهى السوق في الاخر الفيديو اللي شفنا دلوقتي اللي ريهان بتسألها فيه انت عايز تتطلقي ياريت ان نبقى نعيد الفيديو وقت ما تقتل الفيديو الاخير ده اسمعوا تاني هي بتسألها انت عايز تتطلقي فالبنت قالت لها لا انا عايزة حد يدمندي انه ما يسبنيش شوفيك يا ده الفيديو انت عايز تتطلقي منه يمشى لا مش عايزة تطلق منه انا عايزة حاجة تطلق انه هو وضع عشان ما يسبنيش ويمشى فيه من الايام سعيد انا مش عارف عامل حاجة مش هبقى معاك دليل انك تجاوزتي اصلا اه بستو ايه بيدرابك وبهينك هو بيدربني اه بس هو انا مش عارفة حاجة تحبيه يعني ام وصد الكلام انتهى بتحبيه ام ام بلي انا ما كملتش كلام خلاص لان هي الاول انا قلت ده عدم امان يعني بتقول كده مثلا دورولي على على حتة يعني عايزة ادمن ان انا متجاوزة واو 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 عشان بيسبنيش ويمش عشان هتلاقي نفسها في الشارع وبعد ايه لا طب نجيبلك حتة تانية لا طب بتحبيه ام اولا ما ما استقلتهاش نجيبلك حتة تانية ولا ما نجيبلكش حتة تانية هل تلومي على البنت اللي لقيت نفسها في الشارع والراجل اللي انقذها الوحيد اضطرت انها تتجوزه هتحبه ولا مش هتحبه يعني ده حتى فيه حاجة سيكولوجية كده بيقولوا عليها ستوك ستوك هوم سندروم انه الناس اللي بتعيش مع حتى الناس الابيوزرز اللي بيعذبوهم ممكن يرتبطوا بيهم عاطفيا ويتعودوا عليه ومعاطفهم ميبقوش قادرين يستغنوا عنه لكن دي مش بس كده بقى لا ده هي هو الوحيد اللي انقذها فانتي سبتي موضوع البنت كله وقاعدة تتكلمي بتحبيه ام ارجع بقى اللي البنت قالته انتي عايزة ايه بنتي يقولوا انا عايزة حد يضمن لي انه ما يسبنيش اولا لانها الوحدها لكن ثانيا لانه مفيش حاجة تضمن ان الجواز ده جواز فملهاش حقوق وهتتساب لوحدها ودي بقى يعني عبارة موجعة جدا بالنسبة لي لانه مفيش ضمان في الزواج الاسلامي بالمرة سواء متجوزة بقى عند المأزون وتسعمائة واحد شهود وعملتي فرحة قد كده وقعدتي متجوزة قد كده والدكي دهب قد كده برضو مفيش ضمان في الزواج الاسلامي لانه ما عجبتهوش حيمشي مفيش حاجة تربطك انسانيا وعاطفيا وروحيا بالانسان ده الى الابد هذه الفكرة غير موجودة في الزواج الاسلامي بالعكس ده موكرة يقولك ده مثاق غليز ومش عارف ايه لا ومش مثاق غليز ولا اي حاجة يطلقها لو ما بيستمتعش بها جنسيا يطلقها لو زهق منها وهكذا يعني يطلقها وقت ما هو عايز يطلقها فبالنسبة للست اللي عايزة تعيش هي عمرها ما هتضمن ان الراجل ده مش هيتطلقها وقت ما هو عايز يطلقها مهما عملت نقصة بقى مش نقصة يعني بتغلط ما بتغلطش هي المسألة كلها هناك تصريح بانهاء العقد وقت ما الراجل عايز هتسيبها لضميره ازاي هتسيبها لضميره وبص للمجتمع اللي بيربي بنات وشباب دلوقتي اولا شافوا اباهاتهم بيعملوا ايه هيطلع منين واحد يقولك الجواز ده للابد طب زمان كان فيه فرصة ما كانش حد بيبقى عارف اللي جوه البيوت لكن دلوقتي كلنا شايفين على عينك يا تاجر البنات بتتعمل ازاي والرجالة عايشين ازاي رد فعل الاستاذة ريهام يعني سامحوني بيوضح شيزوفرينية المجتمع في فهم الادوار والعلاقات الانسانية وبعدين بتنهي الكلام وتقولك ايه لازم نشيل من دماغ بناتنا فكرة الجواز في السن الصغير يعني معلش سامحيني هي البنت اصلا رفضت انها تتجاوز وقدي كده بنات بيقولوا لا احنا مش عايزين نتجاوز انتوا اللي بتحطوا في ادمغة البنات انها لازم تتجاوز علشان تبقى حاجة او تتسطر فما جيش بعد قصة بنت متبهدلة بالشكل ده واقول انه احنا لازم نشيل من دماغات بناتنا البنات مش هما اللي بيخرجوا عايزين يتجاوزوا الاهالي هما اللي بيبيعوا البنات ودي حاجة لازم تتغير الفكرة دي جاية منين الفكرة دي جاية من فكرة زواج الصغيرات في الاسلام فيش عندنا بنات تقعد كده يعني من غير جواز 12-13 سنة كفاية عليهم كده البنت عندها 15 سنة من كل الالام اللي مرت بيها في حياتها لجواز لطلاء لطرد الإجهاد لبهدلة في الشوارع يعني اهانة من اهلها رفض من المجتمع 15 سنة لازم نسأل فين دور المجتمع الأسرة الدولة وخاصة بالنسبة للمعاقين نظرة المجتمع والدين بالنسبة للمعاقين بقى خليني اتكلم عليها لدقايق صغيرة فكرة يعني من الحاجات اللي صدمتني جدا في الإسلام لما محمد شاف واحد أعمى وجات الآية بتاعة عبسة وتولى إسجاءه الأعمى وإزاي بقى يعني المفروض إنه إله الإسلام بيبوكته ومش عارف إيه أنا كنت دايما بشوف إنه إزاي القلب الإنسان يشوف واحد مريض أعمى عنده إعاقة يعني يخاف منه ويقرف منه يبعد عنه يحس فكرة إنه محمد شاف واحد أعمى وده رسول الله يختاره بقى أشرف خلق الله من المفترض إنه راح واحد عنده رسالة من الله لما يشوف واحد أعمى أول حاجة يروح مدد إيد ويطبطب عليه إزاي؟ روح محمد تسيطر على قلوب وأفكار وحياة المسلمين من وقت محمد إلى الآن لأن دي روح شر تبقى في أفكار الناس عملت فصل عملت يعني إيه زي إطار كده لإيه اللي أنا شوفه كويس أو كاتجوري يعني إنه القامة دي من الناس أو المجموعة دي من الناس دول يبقوا كويسين أنا أقدر أنتمي ليهم لكن المجموعة دي من الناس أو نقصين أو مرضى أو عندهم مش عارفي أبقى يعني أقدم مساعدة من بعيد وأجري كده يعني أو أشوفهم أقل وأنا بفكر في الموضوع ده الحقيقة قلت يا رب يعني المسيح كان في وسط المرضى والمعاقين دائما في يحنى تسعة لما التلاميذ شافوا واحد أعمى فقالوا المسيح إيه يا سيد هذا أخطأ أم أبواه التلاميذ كانوا بيسألوا المسيح مسؤولية مين العمى اللي الراجل في ده هو عمل حاجة غلط ولا دي خطية أهله أهله هما هو يعني تسببت في مرضه وكأنه المرض كان سبب خطية الراجل نفسه أو خطية أهله لكن الواقع أنه الأمراض والألام اللي احنا بنمر بيها هو بسبب الخطية عموما في الخليقة كلها الفساد اللي حصل بسبب دخول خطيتنا إحنا الفرق عندي هنا في حاجة أنه التلاميذ كانوا بيبصوا للراجل من غير تعاطف لكن المسيح ما بصلوش بالطريقة دي المسيح رح رايح له وتكلم معاه بصورة مباشرة المسيح لما تكلم مع الراجل ما قالوش أنت أخطأت في إيه لكن اهتم أنه يشفيه أولا فالكتاب بيقول كده المسيح رد عليهم قال لهم أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مداما نهار يأتي وليه الحين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم في الإنسان ده خلق لكي يتمجد الله فيه العامة ده ربنا كان حيستخدمه علشان يكون مجد ليه المسيح عمل كده أخذ فقال لهم الكلام ده وتفعل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوان السلوان الذي تفسيله مرسل فمضى واغتسل وأتى بصيرا الراجل ده المسيح قدم له حاجة عملية ادى له شفاء ما أعرفش منه ما بقيتش عنه ما حكمش عليه ولكنه أيضا أعطاه شفاء روحي علمه لأنه هو النور الحقيقي فصورة المسيح عموما أما تقرأ الأناجيل الأربعة تلاقي أنه معظم حياته كان عايش في وسط ناس محتاجين شفاء جسدي وشفاء روحي وأنه كان دائما في وسط الجموع وأنه كان يقول يصنع خيرا مش يهرب منهم أو يسيبهم بلا أدوات ولا يحس أنه مسؤول عنهم وعلم التلاميذ بعد كده اللي بيتغيره ده الفرق بقى بين المسيح الله الظاهر في الجسد ومحمد اللي جايب رسالة ليست من عندها الله خالص المسيح علم تلاميذه فبقوا تلاميذه بعده بيشفوا مرضى زيه بالزبط وإحنا أيضا المواهب اللي ربنا اديها لتلاميذه إحنا أيضا عندنا هذه المواهب ونقدر نعيش بنفس الطريقة كل واحد بقدر المواهبة اللي ربنا اديها له لكن الفكرة هنا أنه المسيح أعطى تغيير حقيقي في قلب الإنسان نقدر نعيش به في المجتمع كل يوم لكن ماذا قدم الإسلام النهاردة ليه التابعين ليه خلينا نتنقل للقصة اللي جاية وهي قصة بنت أهلها من الفيوم البنت دي وأهلها جوزوها معلش أنا حعدي الصورة دي لأنه أنا مضطرة أخذ الفيديو على طول بلاش الصورة أهلها جوزوها وهي في سن صغير فخلينا نسمع قصتها سريعا كده أو أجزاء من قصتها سريعا ونكمل تفضل أنا أول جوزة ليا كان عندي 14 سنة عشان إحنا عندنا في البلد أصلا بيجوزوا منوهم عندهم 13 سنة ما فيش بنت تتقد حتى لما تتم السن الكون اتجوزت عارفة اتجوزت وقعدوا يمرمطوا فيها ويعملوا فيها لحد أما أحبتنا أول جوزة ليا كان نقول إحنا عايزين نشوفها أبا أخذها يجيب لها عروزة فأخذها وما جب عليش تاني فلما كلمتوا قال لي ملكيش بناتها عندنا واحت للحكومة قالت لي أنت ما عاكيش أي ذليل إن إحنا نجيبها لك وطب وبتشوفي بنتك لا اتجران هما اللي بيشوفها وبيصورها وبيجيب لي الصور بتاعتها يعني مش ممكن إنسان يسمع البنت بتتكلم بالقلم اللي هي فيه ده وما يتأثرش وقلبه ما ينكسرش لكن أنا بسأل إزاي أهل البنت دي عملوا فيها كده 13 سنة جوزوها جواز عرفي راحت عند أهل جوزها عملوها معاملة قاسية جدا حملت وراحت على بيت أهلها أول ما ولدت الأب مرديش يعترف بالبنت يعني ده بيقول إنه البنت اتجوزت جواز عرفي فبينهم ورقة والبنت ما تقدرش تسجل طفلتها دي لأنه ده جواز غير معترف به لو كان عندها عقد عقد حقيقي والأب رفض إنه يسجلها كان ممكن تروح للإسم والحاجة ويعني تعمل محضر ويبقى في إيدها عقد وتقول لا أعرف وقتها كان هيحصل ليه لأنه الولد للفراش لكن دي حتى لو راحت عمل الدي ان ايه علشان تكبره إنه هو يكتبها على اسمه يقدر ما يكتبهاش على اسمه لأنه ما فيش بينه وبينها عقد الأهل بقى إزاي عملوا كده في بنتهم فالبنت بتقول إحنا ما عندناش في البلد أي بنت على 13 سنة لازم تتجاوز السن القانوني للزواج في مصر يا إما 16 يا إما 18 أنا مش عارفة القانون 18 ده سابت ولا لأ سابت 18 إيه بقى 18 إزاي البنات دي بتتجاوز بالشكل ده وإزاي الحكومة البنت اللي بتكتب عند المقزون بتزور السن لكن البنت اللي ما تقدرش تكتب عند المقزون وبتروح تتجاوز بورقة كده عرفية في وسط العيلة ما عندهاش ورقة تقدر يعني تساعدها في المستقبل الحكومة عارفة إنه ده بيحصل فإزاي لما أنا روح للحكومة أقول البنت دي تجاوزت فعلا أهلها جاوزوها عرفي إزاي الحكومة تقدر تساعدها يقولك ما نقدرش ملكيش حاجة عندنا خطفوا بنتها وراحت للبوليس عشان تقولهم إنه أنا عايزة بنتي قالوا لها ما نقدرش نساعدك في حاجة إزاي القانون ما يقدرش يساعد بنت إنها يبقالها نوع من الحقوق في الوقت ده ليه؟ لأنه ما فيش عقد فما فيش الولد للفراش حد شايف ألم البنت وهي بتتكلم يقولك لا دي كبيرة 13 سنة معلش ما عيشها كانت ستة ولا تسعة خلاص المثل الأعلى بتاعنا دي من أثار الفكر الإسلامي ما حدش يقولي المجتمعات الغربية كانوا بيجوزوا البنات 12 و 13 سنة ده كان في العصور الوسطى آه حصل مثلا من 100 سنة في أمريكا ولا 150 سنة في أمريكا كان بتحصل حاجات زي كده؟ آه صح كان بيحصل حاجات زي كده بس ما كانتش المجتمعات متحضرة كده وده تغير والقوانين تغيرت فما تعودوش يعني الناس بتتطور لكن المجتمع الإسلامي مهما تطور لا يستطيع أن يخرج عن إطار الشرع والدين وده اللي هنشوفه في القصة بتاعت الحلقات اللي جاي خلينا نشوف ده ما وقفش عند كده حالة البنت ما وقفتش عند كده خلينا نشوف الفيديو اللي جاي آخر مرة كنت معي فيها ومرة يحني تفسح في العين بعد بار خدوها ما شبتش تاني هي دلوقتي معرفش شكلها عامل إزاي طب معلش يعني أنت رجعتي تاني لبيت أهلك آه بحوا جوزوني مرة تاني أهلك جوزوك تاني آه وانت كان عندي كم سنة بقى وقتها كان عندي 16 سنة يعني لسه قاصر برضي ما كنتش جملت آه فأنا قلت لأمي وقلت شعور في تاني آه طب وأهلك بقى محرموش من اللي حصلت الجوزة الأولانية لأ آه كل اللي عليهم من ما فيش واحدة تقهد من غير جوز بس أنا افتكرت أنه والبنت متقلمة قوي كده وبتتكلم على بنتها أنا فاكرة أنه هي دي مشكلتها بس يعني وبعدين صدمت أنه أهلها جوزوها تاني بنفس الطريقة ومش بس كده برضو كانت قاصر وبردو عرفي وبردو ما فيش إثباتات ومش بس كده ده يعني يعني طب مش كفاء المقاسي اللي هي عاشت فيها أما أخدوا بنتها منها كانت قاعدة عند أبوها فطلعت تشتغل في الشارع علشان تساعد أبوها فكانت بتبيع سبعة في الشارع علشان تساعد أهله يبقى لها دخلي يعني يبقى لها عين إنها تقعد برضو مع ذلك راحوا مجوزينها جوازة واضح إنهم ما يعرفوش الرجل ولا سألوا عني ويقول لك ما فيش واحدة تقعد من غير جواز أنا ليه قلتلكوا إنها من الفيوم الفيوم دي مش قرية صغيرة يا جماعة الفيوم بلد يعني محافظة وفي ناس متحضرين وناس عائلات وناس محافظين لكن مفيش بنت تقعد من غير جواز من غير بعد 13 سنة ده معناه إيه معناه إنه البنت ما تعلمتش ما تخليتش مدارس لو بتفك الخط ماشي لكن ده معناه إنه البنات في محافظة الفيوم كلهم ما بيدخلوش مدارس وما بيتعلموش بقى 12-13 سنة وتتجوز يعني يخرجوهم من إعداد مثلا وتتجوز فطبعا لما تتطلق ولا يحصل حاجة لا تقدر تشتغل شغلانة محترمة ولا تقدر تعرف تقف لنفسها ولا تعرف تروح لأي جهات مختصة تساعدها لإنها ما تعلمتش حاجة فتضطر إنها تبيع بسباح في الشارع خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده جوزت تاني جوزت واحد بيشرب خلينا ننزل أشتغل في الشارع عشان هو يشرب كان بيدربني ياخدني من الفلس آخر مرة قطع لي ودني قطع لي ودني كهو اللي قطع علي كده قلت لابسح على وفكروا إنه هو دهب وهو دهب سيني راح شده من ودني عشان يجيب الحاجات اللي هو بيشربها فأنا رحت لأمي عشان أكلمها وأمي ما رددش علي ورحت لأخواتي اللي هم اسمهم رجانة ما حدش رد علي أنا عايزة بنتي وعايزة عيالي يطلعوا أحسن من اللي أنا شرط أنا معي حبيبة ويوسف غير بنتي اللي هم أخدوها أنا عايزة أعمل لأعيالي مستقبل عايزة أعمل لهم حاجة عايزة أشتغل شغلانا حلوة مش عايزة ألف بالسباح في الشوارع والكلام ده جوزوها تاني الواحد بيشرب النتيجة إيه بقت بتتضرب بقت عادي يعني لا لا إنسانية أخد شد الحلق من ودنها أطع لها ودنها يا دي حاجة جديدة هو إحنا ما سمعناش الكلام ده قبل كده لا كل قصة قدمناها يقولك دي قصة فردية دي حاجات مش مش بتاعت كل يوم أنا برجوكو إنكو تبصوا للبنت وتسمعوا صوتها وهي بتتكلم أنا وإنا بسمع الفيديو ده عدة مرات الحقيقة كم الألم البنت يعني عارفين أما لوحد يبقى متألم كده وتبقى بتتهز من حتة لحتة لأنها عندها كم ألم تحسوا إنها يحساف جوة جسمها يعني أكيد جوزوها عندها 14 سنة أول مرة اتجوز التاني 15-16 تطلع لها مثلا 18 سنة دلوقتي 19 سنة عندها ولد وبنت من الزوج الجديد اللي هو دلوقتي طلقت منه والحمد لله لكن ما زالوا بيجري وراها وبياخد فلوسها برضو اللي افترى ده ولا أب ولا أم عايزين يتحملوا مسؤوليتها لو كانت البنت دي تعلمت ومن يعني كملت تعلمها كانت نفعت مجتمعها ونفعت عيلتها وكان بقى حالتها غير كده لما تسألت البنت انت عايزة ايه انا بشكر ربنا على ردها بصراحة لان دا الداني أمل في المستقبل قالت انا عايزة بنتي وعايزة ولادي يعيشوا أحسن مني عايزة ولادي يعيشوا حياة أفضل مش عايزة وعايزة عيش بطريقة كويسة ومش عايزة ولادي يضطروا يبيعوا سبح في الشارع الجملتين تلاتة اللي قالتهم ده بتعبر عن الالام اللي هي عاشتها كلها في حياتها وانها عايزة لولادها حياة أفضل انا بصلي ان الله يديها حياة أفضل روحيا أولا ويتعامل معاها ويوريها نفسه ويكون هو سندها يعني ليها ولولادها دا بيديني أمل ايضا انه البنت دي زيها فيه كتير عاشوا مقاسي فمش عايزين ولادهم يعيشوها فتعلم ولادها بس المفروض ان احنا كمجتمع نساعدهم ونقرب منهم خليني يعني أولا عايزة أقول حاجة اللي شاف قصة البنتين دول لو تقدروا اللي يقدر يعمل حاجة يعملها أرجوكو يعني اللي يقدر يعمل حاجة يساعد البنات دي ويساعد البنات اللي حواليكم زيهم ساعدوا ربنا يبارككم انه بنات الناس ما تتبهدلش بالطريقة دي وانهم يشوفوا عمل الله فيكم فيشوفوا محبة الله دي صلاة الحاجة التانية انه المقاسي دي نتجة عن قلوب لم يغيرها ولم يلمسها الله ما بنشوفش الأسوة دي في الناس اللي عايشة مع المسيح لان المسيح بيبكت قلوبنا على كل خطية دائما فينا تغيير دائم فين عندنا أوامر بمحبة الناس عندنا أوامر بالعطاء المتفاني للغير مش أوامر ننفذها لا أوامر بنعيشها لانه ربنا ادهلنا اللي حبنا فعلمنا نحبه فنحب غيرنا اللي علمنا لننظر لما لأنفسنا بل لما يعطي مجد لله فيننا نعتني بالناس اللي هو بيحبهم أولهم مسؤوليتنا كأباء وأمهات عن أولادنا اللي هم عطية الله دول أولادك مش ملكي ليك ولا ملكي ليك لا دول عطية الله دول بركة في حياتكم تسألوا عنهم لأنه انت مسؤول عن هذه العطية ستسأل عنها أمام الله وستحاسب عنها أمام الله بصلي أن الله فعلا يغير قلوب المستمعين اليوم فتبقوا أنتو تغيير في مجتمعكم في الأيام والسنين القادمة في اسمي يا سوح بشكركم وإلى اللقاء